السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم هذا حوال القلب كيفكم أشخباركم إن شاء الله أموركم إذن إخوان بدنا نبلش بالدرس الثالث اللي هو مشتقة القران الأسي واللي قريت من هون المادة بتأخذ منحة سهولة يعني خاصة بالوحدة الثانية اللي هو الدرس الثالث والدرس الرابع هدول من أسهل أسرة هاي الوحدة فسهلات جدا يعني بدهموا شي شي بس بدهم شوية تركيز وبتجيب علمتهم إن شاء الله إذا أنت أول مرة تحضروا لازم تشارك القناة بحيث وصير كل جديد وإذا أنت مش موجود على جروب الوات لازم تبعثي الله أحضر رقم بحيث أضيفك على جروب الوات أب الخاص بالمادة طيب خلينا بداش مع بعض بالدرس الثالث مشتقة القران الأسي واللغاريتمي وعننا أول شي حكالي إذا كان Fx سوى E قوى X يخوان Fx تسوى E قوى X فمشتقتها نفسها E قوى X دائما يخوان E قوى X مشتقتها نفسها E قوى X ما تتغير E مرفوع على X مشتقتها إيش E مرفوع على X ما تتغير تمام شوف أول سؤال وعننا كمان اللن اللن لو كان Fx سوى Ln X فمشتقتها واحد على X احفظ لها دول E X شو مشتقتها E X Ln X شو مشتقتها واحد على X إذن E X مشتقتها E X Ln X مشتقتها واحد على X Ln X مشتقتها واحد على X E L X شو مشتقتها E L X احفظها شوف أول سؤال حكا لها نجد مشتقت كل إقترام من مالي هو أنا أفريك سوي E قوى X زال Ln X بده المشتقة قل له المشتقة سوي E L X شو مشتقتها يا أخوان نفسها هي E L X شو مشتقت Ln X ليها واحدة ليش واحدة إذن E L X مشتقتها E L X لأن L X مشتقتها واحد على X لأن L X مشتقتها واحد على X E L X شو مشتقتها E X E L X طيب هون أقول أفريك سوي مشتقت L X دائماً يا أخوان الرقم اللي على الجنب حتى لو مضروب E X الرقم هذا تجيع ما بقرب له شو مشتقت E X نفسه E X شو مشتقت الثلاث صفر بكتبش إيش بكتبش الثلاث بكتبش الصفر يعني إذن الرقم اللي بيكون ملازق ب E X بنزل شو مشتقت E X E X الثلاث شو مشتقتها عبارة عن صفر هون هس هون عشان أشتق هاي أخوان E L X مشتقتها E L X بس هاي جذر التكعيبي والجذر التكعيبي عشان أشتقه لازم أجهزه بالأول فهذا شو تجهيزه اللي هو X الداخل على الخارج واحدة ثلاثة زادش E L X تمام هون الجذر التكعيبي هي X واحدة ثلاثة و E L X بتنزل مثلش مثل ما هس هشتق شو مشتقتها اللي هي واحدة ثلاث بتنزل واحدة ثلاثة X بتطرح البسط من المقام واحد ناقص ثلاث ناقص ثلاثة عليش على ثلاثة تمام تمام زاد شو مشتقت E L X اللي هي نفسه E L X هسه رتب بتقوله هاي تجهيزها هي واحد على ثلاث وهي لانها كسر سالوي بتنزل لتحت وبتتحول لجدر الثلاث برة والأثنين ناش والأثنين ناش والأثنين نجوه زادش زاد E L X اذا هاي واحدة ثلاث اشتقاقها بتنزل واحدة ثلاث تطرح البسط من المقام واحد ناقص ثلاث ناقص ثلاث ناقص ثلاث على ثلاث E L X شو مشتقتها E L X بعد ناش سويت عملية ترتيب هسا بهذا السؤال عندك رمز ضرب رمز. اي الاكس اكس ضرب اي الاكس. رموز ضرب رموز. هيا مشتقت ايش? مشتقت ضرب. كيف باشتق? بقول له الاول مشتقت الثاني. شو مشتقت اي الاكس اي الاكس? زاد الثاني مشتقت الاو شو مشتقت الاكس واحد بكتبش الواحد. تمام يا اخوان? يا رب تكون الامور وهذا الحو سهلا. السؤال بعضو هاي مشتقت قسمة اكسات على اكسات مشتقت قسمه. كيف باشتق? بقول له اللي تحت. مشتقت الفوق مشتقت اي الاكس اي الاكس. اللي تحت مشتقت الفوق ناقص اللي فوق مشتقت اللي تحت شو مشتقت اكس زاد واحد الواحد صفر والاكس مشتقتها واحد هون. وفيش دع تتب الواحد او اكتب عادي. على اللي تحتش اللي تحت نفسها تربيع. كذا اللي تحت مشتقت الفوق ناقص اللي فوق مشتقت اللي تحت على اللي تحت تربيع. اللي تحت مشتقت الفوق ناقص اللي فوق مشتقت اللي تحت على تحت ايش على تحت تربية. طيب. السؤال البعض هون بدي اشتق. هاي رموز ضرب رموز. مشتقت ضرب. اقول للاول مشتقت الثاني. شو مشتقت لاني الاكس? ليه واحدة الاكس. هزا سؤال مهم. رموز ضرب رموز. واقول للاول مشتقت الثاني هي واحدة اكس. زادي الثاني نفس ما هو مشتقت الاول. شو مشتقت الاكس واحد. فيش دعته بالواحد. هسا ممكن تختصر هاي مع هاي عادي. بصف عندك واحد زايد لاني الاكس. طمام? اذا اكس لاني الاكس هي مشتقت ضرب الاول مشتقت الثاني زادي الثاني مشتقت ايش? مشتقت الاخر. السؤال البعض هون اكسات مقسمة على اكسات بشتق. اللي تحت مشتقت اللي فوق. شو مشتقت لاني الاكس واحدة الاكس. ناقص اللي فوق مشتقت اللي تحت. شو مشتقت اكس تربيع? اللي هي اثنين اكس. على اللي تحت التربيع. اللي هي اكس تربيع بتردش بتربعها. ومنها القوة قوة بتضروهم بعض اثنين ضرب اثنين اربعة. هاي طبعا بتختصر اكس تربيع على اكس بضل اكس. تمام? لانه بتختصر عدمية. حب تين اكس مقسمة على حب. هون لان اكس ضرب اثنين اكس. اللي هي اثنين اكس. لان اش. لان اكس. اذا اللي تحت مشتقت الفوق ناقص الفوق مشتقت التحت. على اللي تحت ايش? على تحت تربيع. طيب. سؤال البعض. هاي مشتقت ضرب صح? واقول له الاول. مشتقت الثاني. شو مشتقت الاول. شو مشتقت اكس قوة اربعة? اللي هي اربعة اكس قوة ثلاثة. اذا الاول مشتقت ثاني. زادي الثاني مشتقت ايش? مشتقت الاول. طيب. هاي شو مشتقتها? رقم ملزق بي اكس. شو مشتقت هاي? الرقم بت بنسابط اقع له. شو مشتقت اي اكس? اي اكس. مرة ثاني اخوان. هاي مشتقت ضرب لحال وهي لحال. ممكن نسوي اختصارات ممكن. هون اربع اكسات على اكس بضل ثلاث اكسات. الواحد تشير ادائي. زاد لن الاكس. مضروبه باربع اكس تكعيب. ناقص نص اي الاكس. صل بعده? هون. بشتق بقوله. هاي مشتقت الظرب اللي هي الاول. مشتقت الثاني. الاول. مشتقت الثاني. شو مشتقت الواحد صفر? مشتقت اي اكس اي اكس. الاول مشتقت الثاني. زالي الثاني. مشتقت الاول. شو مشتقت هاي الاثلين صفر? الاكس مشتقتها اي 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 اكس. اذا الاول مشتقت الثاني زالي الثاني مشتقت الاول. زال. الثلاث بتنزلها. شو مشتقتها? واحدة ليش? واحد على اكس. اذا الاول مشتقي الثاني زال الثاني مشتقت الاول. ثلاث مشتقتها. نزل الثلاث لين اكس جا واحدة ليش? واحد على اكس. طيب هون. هاي اخوان. مشتقت قوس. قوس مرفوع لقوة. كيف بشتقه? بنزل الاربع. بكتب القوس مثل ما هو? بطرح من القوة واحد. بعدين بشتق الداخل. شو مشتقت لين الاكس? هي واحدة ليش? واحدة الاكس. بان كانك ترتبها سير ايش? هاي يضرب لها بواحد. هي اربعة لين الاكس الكل تكعيب. على ايش? على اكس. اذا هون بس اشتقينا زال اربع نقصنا من قوة واحد اشتقينا الداخلية واحدة ليش? واحد على اكس. طيب. وصل البعض. اشتق. هاي اكسات. ضرب اكسات. واقوله الاول. مشتقت الثاني. زالي الثاني. مشتقت الاؤول شو مشتقت الاول? هاي مشتقت اثنين اكس. الرقم هو ملازج باكس نزل الرقم. والثلاث والتسعة مشتقتها. اذا اول مشتقت الثاني زالي الثاني مشتقت شو? مشتقت الاول. طيب. حسا حكى لك لو انه الاكس مرفوع على اقتران غير الاكس. يعني مثلا مرفوع الاكس تربيع او اكس تكعي. كيف بد اشتق? هكذا اللي ببساطة. لو شفت اي مرفوع لرمز كي باشتقها? بنزلها مثل ما هي وباشتق الرمز. هس راح اعامك كيف? لو كان لن جواتها رمز كي باشتقها? باشتق مداخل على مداخل. يعني باشتق لجوه اللن على مداخل نفسه. يعني مثلا هون لو عندي لن اكس تربيع زاد واحدة. هكذا اشتق. شو المشتق هون? باشتق مداخل الواحد صفر للاكس تربيع مداخل نفسه اللي هو اكس تربيع زاد واحدة. اذا اللن كيف اخوان باشتقه? باشتق مداخل على مداخل. اللن باشتق مداخل على ايش? على مداخل. طيب. هون حكا لك جديد مشتق لكل مميل. اف اكس او اي مرفوع على الاربع اكس. كيف باشتقها? حكا لي لو كان الاي مرفوع على اقتران كيف باشتقها يا اخوان? بنزل الاقتران مثل ما هو? ضرب باشتق القوة. شو مشتق الاربع اكس? اربع. الاي قوة اربع اكس كيف باشتقها? بنزلها مثل ما هي? باشتق القوة. بنزلها مثل ما هي? باشتق القوة. كوبي بيست باشتق القوة على الجنب. طيب. سؤال بعده? الرقم اللي في جانب الاي هذا ما لكش داخل فيه? شو مشتقت هاي? اللي هي نفسها ضرب مشتق القوة. شو مشتقة جذر التربيعي لالاكس? مشتقة ما داخل الجذر هي واحد على اثنين نفس الجذر. تمام? اذا الجذر التربيعي لالاكس شو مشتقت مشتقة ما داخل الجذر على اثنين نفس ايش? نفس الجذر. تمام? يرى بتكون واضح. هذا الصور. هم دا شتق. ما يقوله الثلاثة على الجنب. شو مشتقة هي نفسها ضرب مشتقة القوة شو مشتقة الرقم على اكس. تذكروا هي مشتقة القسمة. هي ناقص الرقم. مشتقة اللي تحت. مشتقة ال اكس واحد على اللي تحت التربيع. اذا كوبي بيست بتنزلها نفسها بتشتق القوة. خلينا نرتبها شوي. هي ثلاثة اي واحد على اكس. ضرب سالب واحد ضرب واحد فيها سالب واحد على اكس ايش? على اكس تربيح. طبعا? اوكي. هون بشتق قوله اف المشتق ال اكس. شو مشتق اي قوة اكس اخوان اي قوة سبع اكس زاد واحد. نفس هنزلها نسخد غيرش عليها اشي. بعدين اشتق القوة. الواح صفر السبع اكس سبع. اذا. اللي قطران قسة يا اخوان نركز فيه. نزلها مثل ما هي واشتق القوة جنب. طيب. هون. باللن? باللن لا. قال لي اشتق اللي جوة ثلاث اكس تربيع على اللي جوة نفسه. ليه اكس تكعيد. تمام? اشتق اللي جوة على اللي جوة. اشتق اللي جوة على الجوة. واشتقت الداخل على الداخل. اشتقت الداخل على الداخل. حفظها. ومنها لو بدنا نرتبها شوي. هون عندي حبتين وعندي هون ثلاث حبات اكس. بشتوبهم ببعض بظل الثلاث. عليش? علي اكس. شلنا من الثلاث حابتين وعنه هون ثلاث حبات. شيل من الثلاث حبات هدول يختصر الحبتين بظل ايش حبة تحت. ليه ثلاثة ايش? ثلاث على اكس. طيب. هون. هاي لين صح? اشتق الداخل. الاثنين صفر التسعة اكس تسعة. على الداخل نفسه. مشتقة ما داخل على مداخل. مشتقة ما داخل على ايش? على مداخل. طيب هون. هاي مشتقة الضرب. تمام? فباشتق. هي الاول مشتقة الثاني. مشتقة ما داخل على ما داخل. اللي هو مشتقة الثاني. زاد الثاني. مشتقة لو شو مشتقة الاكس تربيع? اثنين اكس. اذا الاول مشتقة الثاني زاد الثاني مشتقة. ممكن ان تشطب اربع مع الاربع. تشطب الاكس تربيع مع الاكس. بضل اكس. هون اللي هي لين اربع اكس. مضروب باثنين اكس. طيب? الان الاول مشتقة الثاني. زاد الثاني مشتقة شو مشتقة الاول. سؤال اخر? هون شو مشتقة? مشتقة ما داخل مشتقة الاثنين صفر. شو مشتقة اي اكس? اي اكس. على مداخل. مشتقة مداخل? على ايش? على مداخل. هون. هاي اكسات ضرب اكسات. كيف باشتقبه? اقول له الاول. مشتقة الثاني. شو مشتقة هاي? مشتقة مداخل على مداخل. الاول مشتقة الثاني. زاد الثاني. مشتقة الاول. شو مشتقة هاي? لثلاث اكس مشتقة ثلاث على ثلاث اكس. مشتقة مداخل على مداخل. ممكن هون تشتب السبع مع السبع. فبتظل عندك لين? الثلاث اكس على اكس. تشتب هون الثلاث مع الثلاث. ظل لين? السبع اكس. على ايش? على اكس. اذا. هاي مشتقط ضرب لانه قسير مضروبات ببعض. كيف اشتقينا? الاول مشتقط الثاني زاد الثاني مشتقط ايش? مشتقط الاول. هنا مشتقط مداخل هاي مشتقطها ستة اكس والاثنين صفر. على مداخل. مشتقط مداخل على مداخل. مشتقط مداخل على ايش? على مداخل. طيب. هون هذا السؤال. نزل الاثنين. هون اثنين. اي قوة ثلاثة اكس. ناقص واحد. حط محل اثنين واحد في شرداعي. مشتقط داخل. شو مشتقط الداخل? انه هاي مشتقط قوس. مشتقط الواح صفر مشتقط هاي اللي هي نفسها بدون اي تغيير. ضرب مشتقط القوة. شو مشتقط ثلاثة اكس? ثلاث. اذا. الاقتران عسي كوبي بيست بنزل كما هو. تشتق القوة. طيب. بس اذا خلصنا اشتقاق. حكالي ملاحظة. يمكن استخدام قوانين لغراطمات للتسهيل في في قبل عملية اشتقاق. قوانين لغراطمات هاي اللي اخذناه اللي هو درس الرابع بالوحدة الاولى. انه انا عند الضرب. ايضا اتحول لجمع. القسمة تتحول لطرح والقوة بتنزل. حكالي ممكن انت تستخدم هاي الخصائص بحيث السهل عليك ايش اشتقاق اللن. فحكالي اول سؤال. نجد مشتقط كل من مالي. بدو مشتقط هاي. تعرف ان هاي اخوان قبل ما اشتقها بقدر هون مش هاي قوة بقدر نزلها هون. فتطلع ثلاث لن الاكس. تمام? مش هاي قوة بقدر نزلها على الجانب. حسب هاي هو مش اشتقاق. ها التزبيط على القوانين. كيف لما نحاول من صيغة مختصرة صيغة مطولة. هون انا نزلت الثلاث. حسب قوانين لجمع. صح? هسا ممكن اشتق. شو المشتقة هون? الثلاث هاي تقية. عملنا اش دخل فيها. شو مشتقت لن الاكس? واحدة الاكس. الثلاثة الرباح. الثلاث على ايش? على اكس. تعم? اذا هون تقدر تستخدم قوانين لجمع لتجهيز اللن قبل عملية اشتقاق. فالثلاثة تنزل? تمام? هسا بشتقة. ثلاثة لن اكس. شو مشتقة? بتنزل الثلاث? مشتقة لن اكس واحدة. ليش? واحد على اكس. هزا السؤال. هون? في قسمة جوة اللن صح? فبقدر استخدم قوانين اللي قوانين للتبسيط قبل عملية الاشتقاق. فهاي اللي هي لن. اللي فوق. القسمة تتحول لطرح لن اللي تحت. اذا هون لن اللي فوق ناقص لن تحت. حلو? اذا. هون احنا بالقسمة بالليجوريتمات بالقوانين بقدر احول القسمة لطرح. هيك اسهل كثير للاشتقاق. هس بشتقة. شو المشتقة? هاي مشتقتها اللي هي مشتقة ما داخل الاكس واحد والواحد صفر على ما داخل. نقص. شو مشتقة لن الاكس? مشتقة ما داخل على ما داخل. طعم? اذا لن الاكس زاد واحد هي مشتقة ما داخل على ما داخل. لن الاكس مشتقتها مشتقة ما داخل على ايش? على ما داخل. هذا السؤال. هون بقدر اسوي شغلة. ان اقول له لن. اجهزها بالاول. بحيث اسهلها على حالي شوية. لهاي واحد عثني. وحسب قوانين الليجوريتمات بقدر انزل القوة هون. يا اخوان تنزيل القوة بالقوانين بقوانين الليجوريتمات لا تعمل باشتقاق. ما لا اجدخل باشتقاق. انا برزيل بس للتزبيط. هون هاي النص لن اكس تربيع ناقص واحد. هسه باشتق. فدائما الحالات المعقدة باللن بقدر استخدام المقوانين الليجوريتمات للتبسيط بعدين باشتق. النص هاي عالجانب. هاي شو مشتقتها? مشتقت ما داخل الواحد صفر الاكس تربيع مشتقت اثنين اكس. على ما داخل نفسه. ممكن نشيل الثين هاي مع الثين هاي. الواحد ضرب الاكس اللي هي اكس. على اكس تربيع ناقص واحد. هاي اسهل بكثير. انه دائما اذا في اذا بتقدر استخدم قانين الليجوريتمات استخدمها بتبسط عليك كثير الاشتقاق. طيب. هون انا بقدر استخدم قانين الليجوريتمات. طلع كيف? هاي لن? جوات وضرب صح? بقولوا الضرب هات بقدر احاوله لجمع. اللي هو لن الاول لن الرمز الاول. الضرب جمع لن الرمز الثاني. تمام? تمام. هسه اللين مع الاي بتشطب. هاي اختصار هاي. فبصف عندك لن الاكس زاد اكس. لانه بالوحدة الاولى اخذنا انه اللين واي بشطبه بعض. فهاي الضرب بتتحول لجمع لن الحد الاول زاد لنش الحد الثاني. هسه اشتق. شو مشتقت لن اكس? مشتقت ما داخل على ما داخل. اللي هي مشتقت الاكس واحد على اكس. وشو مشتقت الاكس اللي اللي حالها هاي? اللي واحد. اذن خلصت عملية ايش? عملية الاشتقاء. طيب. سؤال اخر هذا السؤال. هل هون يا استاذ بقدر احول القسم اللي اطرح? لانه في لن? لا يا استاذ لانه هون القسم هاي خارجية. ملاش دخل باللن. مش هيك السؤال. انه القسمة جوه اللن. هاي القسمة خارجية. فبقدرش احول القسمة الخارجية لطرح. لانه هاي خارج اللن اصلا. القسمة خارج اللن مش جوات اللن. فهون بشتق عالي. اكتبها ملاحظة عندك هاي. اللي هي مشتقت اللي تحت. مشتقت اللي فوق. اللي هي واحدة اكس. ناقص اللي فوق. مشتقت اللي تحت. شو مشتقت الاكس تربيع? اثنين اكس. تمام? على اللي تحت التربيع. اللي هي اكس. تربيع التربيع. فبيصير هادول بنضربه بعض وصير اربع. بس. اذا. الامور اشترك يكون بسيطة. طيب. سؤال اخر. هون. هس هاي نفس الشي. هاي مشتقت قوس. طبعا هون كمان بقدرش. اقول له استاذ بقدر استخدم هون قوانين لقراتناتا نزلي الخمسة هون. على القوانين وبعدين اشتق. اللي هو قانون القوة. لا. غلط يا استاذ. لانه هون القوة هاي مش داخلية. القوة هي على اللين كامل. لو كانت هيك. القوة على الاكس بقدر اكتبها زي هيك. وبعدين اشتقها. انه نزل الخمسة هاي هون. لكن القوة هون خارجية على اللين كامل. فبقدرش استخدم الحركة هاي. فبدي اشتقها بشكل مباشر. انه بنزل الخمسة. بكتب اللين كما هو. باطرح من القوة واحد. بدين اشتق الداخل. لين الاكس شو مشتقتها واحدة واحد ألا اكس. تيب. حون هي ان الاكس ضرب لين سبع اكس. فهي مشتقت ضرب. لانو الضرب خارجي هون. مش مش. لو انه ضرب جوة اللين لو انه هي هيك ان اكس. ضرب سبع اكس. كان حولت الضرب لجمعة. وقلت له لين الاكس زاد لين سبع اكس. بس هون الضرب خارج بين لانين. اذا كان الضرب خارجية لانين فباشتقط مشتقط ضرب. قلو الاول مشتقط الثاني. هي مشتقط مداخل على مداخل. لو مشتقط الثاني زاد الثاني مشتقط اللي هي واحدة ليش? واحدة على اكس. تمام? اذا الاول مشتقط الثاني زاد الثاني مشتقط what? مشتقط مشتقط الاول. ممكن هون تشطب السبعة مع السبعة فبضل عندك لن الاكس على اكس زاد هنا لن سبع اكس ضرب واحد اللي هي لن سبع اكس طيب كمل ما ضرش كثير أسل ان شاء الله هذا توقع ذال صفحة صفحتين بس طيب هنا بدك للاشتخاص والتعويض مع بعض معطيك مشتقة وعوض طيب هسا اول سؤال اللي هو اكسات ضرب اكسات اذا هاي مشتقة ايش ضرب بقوله الاول مشتقة الثاني هي مشتقة ما داخل على ما داخل مشتقة ما داخل على ما داخل هي مشتقة الزاد هي الاول مشتقة الثاني زاد الثاني كما هو مشتقة الاول شو مشتقة هاي اخوان اللي هي نفسها بغيرش عليها اشي ضرب مشتقت ياش القوة الواحد صفر الاثنين اكس كم اثنين اذا هون الاول مشتقت الثاني زاد الثاني مشتقت شو مشتقت الاول هسا بعوض محل كل اكس واحد لانه بده مشتق عند الواحد بقول له ايه اثنين ضرب واحد اثنين ناقص واحد واحد هنا اثنين على اثنين ضرب واحد اثنين ناقص واحد واحد زاد لين اثنين ضرب واحد اثنين ناقص واحد واحد ضرب اي اثنين ضرب واحد اثنين ناقص واحد واحد ضرب اثنين هسا لن الواحد بالرياضية صفر فبطر احطير هاي الجزئية كاملة بتروح كلها كاملة لانه صفر ضرب اي شي عبارة عن شو عبارة عن صفر بطر عندك اثنين تقسيم واحد اثنين ضرب اي اللي هي اثنين اي قوة واحد والواحد على القوة دايما في الشيء له داعي فبطلع جواب اي شي اثنين اي سأل بعده هاي مشتقط قسمة صح قلوه افل مشتقة لل اكس تسوي اللي تحت مشتقة اللي فوق اللي هي مشتقة ما داخل على ما داخل اللي تحت مشتقة شو فوق ناقص اللي فوق مشتقة اللي تحت اللي هي واحد في الشيء داعي على اللي تحت تربيع اللي هي اكس ايش اكس تربيع بإمكانك هنا نسوي اختصارات انه هون عندك حبتين اكس صح عندك هون حبتين اكس وهون حبة شي الحبة بظل ما حبة ظل حبة صح وشيل اكس مع اكس بظل اثنين ناقص لين اكس تربيع على اكس تربيع. انه هون اصلا اكس ضرب اثنين اكس اثنين اكس تربيع. فاثنين اكس تربيع مع اكس تربيع. الاكس تربيع بتطير مع الاكس تربيع بظل اثنين. اسهل للطور. اسهل شوية للطور. بده المشتق عند اربعة قول افل مشتق الاربعة. اثنين ناقص لين. اعوض هون اربعة اربعة تربع عبارة عن 16. اذا اللي تحت مشتقة لفوق نقص اللي فوق مشتقة لتحت. على لتحت ايش? على لتحت تربية. هذا السؤال. سيدك تركز في هذا السؤال. مهم جدا السؤال هذا. استاذي هنا بعد المساواة في اكسات في اكس باي مكان. يا استاذ شو مكان الشكل ما في اكسات مشتقته صفر. شو مكان الشكل اذا كان ما في اكسات شو مشتقته? مشتقته عبارة عن صفر. اي سؤال ما في اكسات مشتقته صفر. بدي المشتقة عند الاثنين فبقوله افل مشتقة للاثنين. اعوض محل كل اكس هون اثنين فيش اكسات اصلا فبطلع الجواب ايش? الجواب عبارة عن شو عبارة عن صفر وانتهى السؤال. السؤال بعده قال لك افريقس او اكس تربيع ضرب اي قوة ناقص واحد. هسا اي قوة ناقص واحد هاي رقم ما فيها اكسات صح? بس هذا الرقم ملازق ب اكس تربيع. هو بالاساس لازم ينكتب زي هي. اي قوة سالب واحد ضرب اكس تربيع. لان هون هذا الرقم ما في اكسات ملازق ب اكس تربيع فاجيبه بالاول عشان ترتيب بس. كيف زي مثلا لما اقول لك كي مضروب اكس تربيع? كيف تشتقها هاي? قلنا احنا دا من الرقم ملازق ب اكس ما بتطلع عليه. فلما اشتق منازل الاثنين جنبل كي تطلع عشان. قوة واحد في جدال الواحد. فهون الاي قوة ناقص واحد هاي رقم ملازق ب اكس تربيع بس لاتبتها. فلما اشتق هاي بتنزل مثل ما هي اللي ايش دخل فيها? شو مشتق ال اكس تربيع اللي هي اثنين اش? اثنين اكس. بده المشتقة عند الناقص واحد. اثنين اي قوة ناقص واحد ضرب شه Andre ايكس وحكبه على ناقص واحد. ناقص واحد ضرب اثنين. اي قوة ناقص اش? قوة واقص واحد. واجه سؤال بالوزارة يا اخوان. كان مشتقط قسمة. قال لك. اي اكس. اي جانبها اكس. مش اي قوة اكس. على اكس تربيع زاد واحد. هذا كان سؤال بالوزارة. فهاي مشتقط قسمة. بس هاي رقم ملزق ب اكس. مش ال اي مرفوع لل اكس. فلما اجي اشتاق هاي. كيف اشتاقها? بقول له هي عبارة عن اي. يعني انا بقول له اللي تحت مشتقط اللي فوق. اللي تحت. مشتقط الفوق. شو مشتقط اي اكس اي? ليش? لانه هاي مش اي قوة اكس. هاي مش اي. مرفوع ل اكس. عشان اقول له مشتقط اي قوة اكس. اي قوة اكس. هزا رقم رمز مضروب اكس. ضرب. فلما اشتاق هاض. الرقم اللي جانب الاكس بنزل. فهنا بقول له اللي تحت مشتقط الفوق. ناقص اللي فوق. مشتقط تحت اثنين اكس. على تحت تربيع. نص. ان شاء الله كله امور واضح. هاي مشتقط لين. بقول له اف المشتقة لل اكس. دوسابق. مشتقط ما داخل. الواح صفر ال اكس تربيع عشان اثنين اكس. على ما داخل اللي هي اكس تربيع زاد واحد. بدي المشتقة عندي الثلاث. فاقول له اف المشتقة للثلاث. دوسابق. اثنين ضرب ثلاث. ستة. على. ثلاث تربيع تسعة زاد واحد كم وعشرة. فيطلع جواب ستة على عشرة. بابسط صورة اللي هي كم. لو صورة شفت بس على الحصة تطلع ثلاثة خمسة. طب هادا سؤال. اقول له اف المشتقة لل اكس. رقم ملزق باقتران انسى الرقم. شو مشتقة لين الاكس واحدة الاكس? هادا رقم على الاكس هاي شو مشتقتها يا اخوان? هاي مشتقتها اللي هي ناقص الرقم مشتقة المقام. عالمقام ايش? عالمقام تربيع. ناقص الرقم. مشتقة المقام لان هادا مشتقة قسمة. وهي مشتقة لين اللي هي واحدة اكس. طيب. رتب ثلاث ضرب واحد ثلاث على اكس. واحد ضرب واحد. واحدة الاكس تربيع. شيل كل اكس حط اي? اطلع اف المشتقة للاي. تساوي. ثلاث على اي. ناقص واحدة الاي ايش? اي تربيع. شيل كل اكس حط ايش? حط اي. وانتهى السؤال. تمام? اذا هاي مشتقت قسمة رقم على الاكس. ولي ان الاكس مشتقتها واحدة ايش? وعد اكس. فرق بنتهم بس. حاول فرق بنتهم بحيث تمشي امورها. طيب. دخل لي مشتقة الاسي واللغريتمي. بالايش? قعدت السلسلة. فانا عنده هون واي بتعتمد على ايو. ويو بتعتمد على اكس. فانا هون باشتقع ثلاث خطوات. باقول له دي واي على دي يو. ودي يو على دي اكس. وبحط المطلوب اللي هو جديد المشتقة لهو بديه دي واي على دي اكس. ودي واي على دي اكس. شو مشتقت هاي? الثلاث صفر. هاي مشتقة اخوان اللي هي نفسها مشتقت القوة. شو مشتقة اثنين يو اللي هي اثنين. حلو? حلو. طيب. حسا باشتقها. شو مشتقت هاي? الاكستر منشتقة ثين اكس والواحد مشتقة صفر. الخطوة الاخيرة اضرب الرمزين ببعض. قلو دي واي. وهي كويس ان انا قابل راجع لك فيها اكثر ممرة. يعني على 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 مدار ثلاث دروس. وانا باشتراحك بالسلسلة. فهذا بيتثبت لك افكار السلسلة بشكل مليح. دي يو على دي اش اكس. هاي اللي هي هايها. اللي هي اي قوة اثنين يو ضربة اثنين. هاي اللي هي اثنين اكس. اثنين اكس ضربة اثنين. اربع اكس. فهاي اربع اكس. اي قوة اثنين. واحنا حكينا دائما بالمشتقات. قيمي اليو افتح محلها قوس. وحط اليو قيمتها. شو قيمت اليو? اللي هي اكس تربيع زاد واحد. اظن الامور ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة. سؤال اخر هون. هاي نقول له واحد. دي واي على دي يو. دي واي على دي يو تساوي. هاي اخوان مشتقت لدي. هي مشتقت ما داخل اليو مشتقتها واحد. والواحد مشتقتها صفر على ما داخل. اثنين. بتقول له دي واي. او دي يو على دي اكس. دي يو على دي اكس. اللي هي ايش? مشتقتها. شو مشتقت اي اكس? اللي هي نفسها اي اكس. خطوة رقم ثلاث. بقول له دي واي. على دي اكس اللي هو مطلوب. اضرب هاي بهاي. اللي هي دي واي. على دي يو. دي يو. على دي ايش. دي اكس. تساوي. اضرب لهاي بهاي. لها واحد على يو زاد واحد ضرب اي قوة اي قوة اكس. هسه ممكن تضرب هاي هون. اي قوة اكس ضرب واحد وهي اي قوة اكس. على يو زاد واحد. رجع اليو لقيمتها. وهي اي اكس اصلا باساس. بتجيم اليو تفتم على قصة. شو هي اليو? اللي هي اي قوة اكس. تطلع اي قوة اكس على اي قوة اكس زاد واحد. تمام? يا رب تكون واضح. سؤال بعده? هون حكرك اذا كان اقفل اكس تساوي اي قوة جي الاكس. ومعطيك معطيات. بده اقفل مشتقل الواحد. هسه بدك تشتق هاي. تمام? اللي فيها اكسات. شو مشتقتها? اللي هي نزل هاي نفسها مشتقة الاسة اللي هي بتنزلها نفسها ضرب مشتقة القوة. شو مشتقة جي اكس? جي الفتحة للاكس. هسه بده مشتقة عند ايش عند الواحد. يا اي شيل اكس حط واحد. ضرب جي المشتقة للواحد. يعني شيل كل اكس حطيش حط واحد. طيب. هسه جي الواحد كم? ثلاث. بتقول له اي قوة ثلاث. جي الفتحة للواحد لي اربعة. اي تكعيب ضرب اربعة اللي هي اربعة اي تكعيب. بشو جاوب جاوب فرع بيه. سؤال بعده? هاي نفسي قال لك معطيك معلومة عن المشتقة. بما انه معطيك معلومة عن المشتقة بتاعف انه بدك تشتقل القران الاساسي. شو مشتقته? هو الرقم اللي على الجنب ما بتطلع عليه. اللي هو البيهر ما بتطلع عليها. شو مشتقتها? اللي هي نفسها? ضرب مشتقة القوة مشتقة الواحد صفر مشتقة الاكس تكعيب ثلاث اكس تربيع. حسا اف المشتقة الواحد صفر ثلاث اي. فانت عوض محل كل اكس واحد. واحد تكعيب واحد ناقص واحد صفر وضرب. عوض محل اكس واحد تربيع وضرب ثلاث ثلاث. بسبب كم؟ بسبب ثلاث اي. تمام? راح تقولي تمام. حسا اي شي قوة صفر واحد. واحد ضرب ثلاث ثلاث. ضرب بي ثلاث اي. شو بالساوي? ثلاث اي. اقسم على ثلاث. اقسم على ثلاث. هاي ما هيطير. اذا بي تساوي. هاي ما هيطير اذا شو جواب? جواب فرع. اه جواب اللي هو بي تساوي ايش تساوي اي. تمام? يا رب تكون امور. طيب. شو باطل السؤال? طيب بدي مشتقة هاي هاي الجذر التربيعي. بدي دي واحد اكس. شو المشتقة هون اخوان? مشتقة ما داخل الجذر. مشتقة لان اكس هي واحدة لان اكس. على اثنين نفس الجذر. مشتقة ما داخل الجذر على اثنين نفس ايش نفس الجذر. هس هون لما شوف كسر مقسوم على كسر مقسوم على كسر اضرب الكسر هذو باطل. تطلع واحدة له. اثنين جذر لان اكس ضرب اكس. اللي هي اثنين اكس جذر لان الاكس. تمام? اذن هذو الجواب اللي هو فرع سي. هون بيعطيك معلومة عن المشتقة. فاعرف انها بدي تشتقها. شو مشتقتها يا اخوان? ها مشتقة. المشتقة ما داخل مشتقة الاي صفر لانه رقم مشتقة العشرين اكس عشرين. على ما داخل. هي عشرين اكس زائد ايه? هلو. هسا المشتقة عند الصفر اربعة فاعوض محل كل اكس صفر. عشرين ضرب صفر صفر زائد ايه? ايه? شو بتساوي? تساوي اربعة. اذا احن هون عوض بعد الاشتخاص عوض محل كل اكس صفر وتجواب ايش? وتجواب ايش? وتجواب اربعة. طبعا كيف اشتقينا هون? مشتقة ما داخل على ما داخل. هنا هاي على واحد اضرب تبادلي. ايه? ضرب اربعة اربعة ايه? واحد ضرب عشرين عشرين عشرين. هس هاي اربعة ايه? اقسم على اربعة. ايه كم? عشرين تقسم اربعة كم? خمسة. اذن ايه كم بتساوي ايه? تساوي خمسة. شو تجاوب 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 السرعة اللي هي نفسها معدلة للتغير. لما يقولك جيد السرعة يعني اشتق. شو مشتقة هاي? اللي هي. هادا رقم على الاقتران صح? يقوله ناقص الرقم مشتقة لتحت مشتقة الواحد صفر مشتقة هاي اللي هي نفسها ضرب مشتقة القوة. مشتقة ثلاث صفر مشتقة ناقص تي ناقص واحد. على واحد زايد ايه قوة ثلاث ناقص تي لكل تربية. يعني ناقص الرقم مشتقة المقام على المقام تربية. هي ناقص المية مشتقة هاي الواحد صفر هاي شو مشتقتها لها نفسها مشتقة القوة مشتقة ثلاث صفر مشتقة النقص دي كم? ناقص واحد. هي خلصنا عمية الشخط. بدو المشتقة بعد كم? ثلاث ايام. فبعوض ثلاث. اقول لها بيه المشتقة للثلاث. اللي هي ناقص مية. اي. ثلاث ناقص ثلاث صفر ضرب ناقص واحد. على واحد زايد. ثلاث ناقص ثلاث صفر ايه قوة صفر واحد. كل قوة ثمية. السالب مع السالب موجب واحد ضرب مية مية. ايه قوة صفر واحد. على? واحد زايد واحد اثنين. تربيع اربعة. مية ضرب واحد مية. تقسيم اربعة خمسة وعشرين. قلنا شو جواب? خمسة وعشرين. هو انا بدو معدل التغير. يعني بدو المشتقة. بدو اشتقها. طلع الحكل هاضي كله فاضي. على الفاضي اصلا يعني. فمعدل التغير بدو اشتقها. شو مشتقتها? لهاي مشتقت ضرب صح? قلو الاول مشتقت الثاني. مشتقت ما داخل على ما داخل. مشتقت تي واحد على تي. زاد الثاني. مشتقت لو شو مشتقت تي واحد? شو مشتقت الواحد هاي? صفر. طبعا الحكة هاي كلها زخارف ايخوان. هو ما لايش داخل بالسؤال كله. اذا نشتقن. طبعا الحاي. بدو عندك واحد زاد لن اش? لن التي. فمعدل هون بدوش تعويض. قالك جد معدل التغير فقط. اه بالنسبة للتي يعني. فانت فقط هون ايش? تشتق بشكل عادي. السؤال بعدو? جد العد الاول لخلال البكترية في المجتمع. العد الاول لعوض الصفر. هاي زي سؤال اه السؤال الوحدة الاولى يعني. بنقول العد البدائي. تقوض الصفر. نقوله ان الصفر تساوي. الف ثلاثين. اذا ما قابل الحل بكل سهولة. الموضوع خلاص. خلاص يعني. صفر تقسيم ثلاثين. صفر تقسيم ايش صفر. سالب صفر. ليه نفسه صفر. تطلع الف. يقوى صفر واحد. زاد ثلاثين واحد ثلاثين. ضربهم بعض هي 3000 31000 ضربها بها 31000 حكاله هون جد معدل التغير يعني اشتق دك تشتق هاي المعدل قوله المشتقة شو المشتقة يا اخوان الراقم المضروب اي اشي بنزل مثل ما هو شو مشتقة هاي الثلاثين صفر شو مشتقة هاي اخوان مشتقة الايه اللي هي نفسها مشتقة القوة شو مشتقة القوة عندما لما لما كان بالمشتقة القسمة لما يكون تحت تحت الخط رقم ما بتطلع عليه يعني بنزل زي ما هو بجربش عليه شو مشتقة ناقص تيه ناقص واحد طبعا اذا هون الالف نزلت الثلاثين صفر هاي شو مشتقتها بتنزل مثل ما هي مشتقة القوة الرمز على رقم بتنزل الرقم مثل ما هو بتشتق الرمز شو مشتقة ناقص تيه ناقص ايش ناقص واحد. بإمكانك تزبطها. نقول له. صفر مع صفر هنا تروح. بظل مية على ثلاث. شرط سالب هاي سالب واحد اللي هي هون. سالب واحد ضرب مية اللي هي سالب مية. اي قوى ناقص تي على ثلاثين. حكاية اللي بيدي معدل يتقل بعد عشرين ساعة يقول له ان المشتقل العشرين. سب ناقص مية على ثلاث اي قوى. شي تي حط عشرين. بطلع عشرين على ثلاثين. هي ناقص مية. وعلى ثلاث اي. شير صفر مع صفر. وضع ناقص اثنين على ايش? على ثلاث. اذا هي المشتقة والطاقل. تبدو معدل تغير بعد ايش? بعد عشرين ساعة. ممكن ترتبها شوية ممكن. بتقول له هادا كسر سالب صح? برجوه لتحت وبحوله لجذر على ال اي. الثلاث برة والاثنين جوه. الناقص مية هاي بفوق بالبسط والثلاث هاي تحت بالمقام. اذا هذو ايش? هذو جواب النحية. طيب. هو نفس الشي بدو معدل التغير. يعني اشتق. اقول له المشتقة هون. الاسرة كثيرة بتخليك تزهج من كثر ما بتحل. والله شرح مش مكثفة. الى الفين صفر لان لحالة. يعني مش مضروعة بهاي. جمع. فهاي رقم ثابت مشتقة الصفر. الرقم اللي ملازق بيقتران بيزن مثل ما هو. مشتقة لان ال اي مشتقة ما داخل. مشتقة ال اي واحد. على اي? ال اي خمسمية ضرب واحد خمسمية. على اي? تمام? اذا هذو هو السؤال. حكاة اللي بدي معدل التغير بعد عشرة لما تكون ال اي عشرة. قلوه ان المشتقة للعشرة. خمسمية. على شيل اي حط عشرة. شيل الصفر مع الصفر. بضع لانك ايش? خمسين. اذا شو جواب. جواب عبارة عن خمسين. هنا هيا هذو الاقتران. حكاة لي. جد معدل تغير عدل اشخاص. بدك تشتق. الذين يسمعون الشائع ايه بالنسبة للزمن دي. يعني بده يشتق. هس هون تشتق ان بالنسبة للدي. مشتقة دي اصلا. هون تشتق وقول الان فتحة. هذا رقم. بي رقم. انه هون تشتق بالنسبة للدي. فالدي هو المتغير الزمن. زي كينها تي. البي شو هي رقم ثابت? فالبي بتنزل مشتقة هاي الواح الصفر. شو مشتقة هاي? اللي هي نفسها. نفسها بدون تغيير. بعضين. ضرب مشتقة القوة. هس هاذا رقم بيقران صح? المشتقة بنزل الرقم. خلصا. اذا ما ممكن نشيل السالب مع السالب. خمستاش بالمية ضرب بي. دي خمستاش بالمية بي. بي قوة ناقص صفر فاصلة واحد خمسة دي. بس. اذا هاي هي اه المشتقة. حكا لي. جيد معد طبير عدد اشخاص الذين يسمعون الشائع للزمن دي في مجتمع عدد افراد هو ايش? عشر الاف. عدد الاف هو شو الرمز عدد الافراد? عدد افراد هو بي. انت بتعاوض محل بي عشر الاف. الشي اللي بي تحط محل عشر الاف. قل له صفر فاصلة واحد خمسة. هون تحط عشر الاف. اي قوة سالب صفر فاصلة واحد خمسة دي. لانه هون نقل لك البي هي عدد الافراد. هون نقل لك عد افراده عشر الاف فالبي هي عشر الاف. تضرب هاي بهاي. بتكون الف خمسمية. لو ضربت هاي بهاي بتطلع الف خمسمية. اي قوة سالب صفر فاصلة واحد خمسة دي. بس. اذا ان شاء الله تكون الامور بسيطة. هذا الصال. معنى سؤال للدرس السهل بس بشعف ليش هيك حصيته ذجيري الدرس. حكى الاكتشف خطأ في الحل اتشتتم بصحيح. حكى النواد سوى لين كي اكس. فمشتقته اللي هي كي لين كي اكس. خذ غلط. شو الصح? شو مشتقت لين يا اخوان? دايما ما يقول لها كي اكتشف الخطأ يحل السؤال بس. مشتقت لين جواتها رقم مضلوب اكس مشتقت ما داخل مشتقت كي اكس كي على ما داخل. الكي مع الكي بتروح بيظل واحد عليه. طبعا لما يختصر هدو بيظل مكانهم واحد. تطلع واحدة الاكس. فلين كي اكس مشتقتها واحدة الاكس. مش كي لين اكس. خذ غلط. اوكي. اخر سؤال. اليوم هو هذا السؤال. يعطيك هذا الاقتران. قال لي اثبت ان المشتقة عند الواحد تسوي هذا الحكي. بدي اشتقة اول شي. هاي مشتقت قسمه. قولوا اللي تحت. مشتقت لفوق. سبعة لان الاكس مشتقتها سبعة سيبك منها. لان الاكس مشتقتها واحدة اكس. شو مشتقت اكس تكعيب? ثلاثة اكس تربيئة. هزا اذا اذن اللي تحت. اللي تحت. مشتقت لفوق. ناقص اللي فوق. زي ما هي. تمام? مشتقت لتحت. شو مشتقت لتحت? اللي هي. هاي شو مشتقتها? اللي هي نفسها. مشتقت القوة اللي هي كام ثلاثة. اذا. اللي تحت. مشتقت لفوق. ناقص اللي فوق. مشتقت اللي تحت. على اللي تحت تربيئة. اللي هي اي قوة ثلاث اكس. كل تربيئة. بدو المشتقة عند الواحد. وقلوا واي المشتقلة ما الاكس واحد. سبق. اي? ثلاث ضرب واحد ثلاث. ضرب. شيل هون الاكس حط محلها واحد. سبعة ضرب واحد سبعة. تقسيم واحد سبعة. ناقص. واحد تربيئة واحد ضرب ثلاث ثلاث. طبعا تدير باك على اقواس. الاقواس مهمة يا اخوان. لانه اللي فوق قط على الحال ولتحت قط على الحال. ناقص. سبعة. شيل الاكس حط واحد. وشيل الاكس ونحط واحد. واحد تكعيب كم? واحد. ضرب اي. ثلاث ضرب واحد ثلاث. ضرب ثلاث. على. ثلاث ضرب واحد هون ثلاث. طبعا هاي ثلاث صح? مرفوع للتربيئة ثلاث. قوة مرفوع للقوة بنضربه بعض. ثلاث ضرب اثنين كم ستة. اوكي طيب. ومنها سبعة ناقص ثلاث. اربعة اي تكعيب. لان الواح صفر طار. اه شو بضرع عندك هنا واحد ناقص واحد مع الناقص الموجب. ثلاث ضرب اي تكعيب اللي هي ثلاث اي تكعيب. على اي قوة ستة. ثلاث حبات اي تكعيب زاد اه اربع حبات اي تكعيب اللي هي سبع حبات اي تكعيب. على اي تكعيب. اي قوة ستة. هون عندك ستة حبات هون عندك ثلاث حبات اشتب من من الست هدول ثلاث حبات بضع عندك سبع على ثلاث حبات. انه انت عندك اللي تحت ست حبات ولا فوق ايش ثلاث حبات. فشي من الستة ثلاث حبات بظل ثلاث حبات تحت. فالجواب سبع على اي تكيف. هي فقط اشتق على المشتقط قسمة وعور فقط. ومشي بالخطوات راح تمشي معك. راح ماشي معك السؤال. بس دير باقي على اقواس. انه اللي تحت مشتقط اللي فوق ناقص اللي فوق مشتقط اللي تحت. علي تحت ايش? علي تحت تربية. اذا هذو الاثبات اللي بده اياه. هذو الجواب. طيب. هيا خلص الدرس. الحصر قادم ان شاء الله بنبلش في الدرس الاخير اللي هو مشتقط الجيب وجيب. التمام. بدك تتأكد انك انت فاهم هذا الدرس لازم تحلي بتحان تبع ثلي. اصلي حلك على هذا الرقم. الوصفر سبعة ثمانية سبعة اربعة واحد اثنين ثمانية خمشة ثلاثة. اذا مش مش تتركوا القناة اشتركوا القناة. بحيث يوصلك كل جديد. نراكم ان شاء الله الحصر القادم ان شاء الله كنت استفدتوا بجميع المعلومات الموجودة بهذا الدرس. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.